شاب صالح اشتهر في المدينة بين الناس بحفظه للقرآن وبإجادة لا مثيل لها مستقيم على طاعة الله ووصول لرحمه ولكنه كان فقيرا وكفيف البصر ورغم ذلك كان في غاية الشوق للزواج ويعرف أن الصفات التي تحبها النساء ليس فيه شيء منها ومع ذلك ذهب لوارده وقال له أريد الزواج ضحك والده ساخرا منه كي ينسى موضوع الزواج تماما وقال له هل أنت مجنون من الذي سيزوجك؟ أولا أنت أعمى وثانيا نحن فقراء فهول على نفسك كان عمر الشاب قرابة خمس وعشرين سنة فذهب إلى والدته وهو يكاد أن يبكي يشكو لها الحال لعلها تنقل ذلك إلى والده مرة أخرى فإذا بها مثل الأب حيث قالت له يا ولدي أين أنت والزواج؟ هل أنت فاقد عقلك؟ أين لنا بالمال لنأتي لك بزوجة؟ فكما ترى حالتنا المعيشية كم هي ضعيفة وأهل الديون يطالبوننا صباحا مساءا وفي ليلة من الليالي وهو يراجع حفظه للقرآن قال لنفسه عجبا لي أين أنا من ربي أرحم الراحمين أنكسر أمام أمي وأبي وهم عجزة لا يستطيعون شيئا ولا أقرع باب حبيبي وإله القادر المقتدر فقام وصلى في آخر الليل كعادته ثم رفع يديه إلى الله وعيناه تبكيان وقلبه منكسر وقال إلهي يقولون أنني فقير وأنت الذي بيدك أمري ويقولون أنني أعمى وأنت الذي خلقتني إلهي وسيدي ومولاهي تعلم ما في نفسي من رغبة في الزواج وليس لي حيلة ولا سبيل إلا بك اعتذر لي أبي وأمي لعجزهما وأنت الكريم الذي لا تعجز إلهي يا أرحم الراحمين يسر لي زواجا طيبا عاجلا تريح به قلبي وتجمع به شملي ولأنه بدأ القيام مبكرا نام بعد صلاة الفجر مباشرة فرأى في المنام أنه في مكان حار كأنها لهب نار وبعد قليل فإذا بخيمة نزلت عليه من السماء وغطته وحدث معها من البرودة شيء من الأنس حتى استيقظ من شدة البرد بعد الحر الشديد استيقظ مسرورا بهذه الرؤية وفي الصباح ذهب إلى عالم من العلماء معبر للرؤية وحكى رؤيته فقال له الشيخ يا ولدي هل أنت متزوج أم لا؟ فقال له لا لم أتزوج لأنني رجل كفيف وفقير ولقد طرقت باب ربي وقت السحر وعزمت على استجابته دعائي فقال الشيخ اذهب يا ولدي وانظر أطيب بنت في خاطرك واخطبها فإن الباب مفتوح لك كن واثقا في نفسك ولا تذهب منكسرا وتقول أنا كفيف سأبحث عن كفيفة مثلي فكر الشاب في نفسه وقال والله ما في نفسي إلا ليلى أجمل من بالمدينة وصاحبة الحسب والنسب والتي ترفض كل شهر خاطبا لها فذهب الشاب وطلب من والديه أن يذهب إلى أسرة ليلى ليخطباها له فتعجب من اختياره لأجمل من بالمدينة ورفض طلبه ساخرين منه فذهب بنفسه ودخل على أهل الفتاة وسلم عليهم ثم قال جئت إليكم أخطب ابنتكم فقال والدها أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حامل القرآن والله يا ولدي لا أجد أطيب منك لكن أرجو أن تقتنع بك ابنتنا ثم ذهب لابنته يأخذ رأيها وقال لها يا ابنتي جاءك شاب على خلق ودين كما تتمنين صحيح أنه أعمى لكنه مبصر بالقرآن معه كتاب الله عز وجل في صدره فإن رأيت زواجه منك فتوكري على الله فقالت البنت والله أنتظر مثل هذا الشاب التقي منذ أعوام طويلة توكلنا على الله وخلال أسبوع فقط تزوج الشاب بتوفيق الله وتيسيره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون